خلاص بشكل رسمي وزير التموين حسم كل اللي تقال بخصوص وجود دعم استثنائي للأسر الأقصر احتياجا مش بس كده ده كمان وضح حقيقة رفع الدعم من 50 جنيه ل 100 جنيه على بطاقات التموين فيتارى وزير التموين قال إيه بالضبط وهل فيه دعم استثنائي تاني ولا لأ وإيه حقيقة رفع الدعم ومين الحالات اللي هتتحرم من الدعم كل ده وأكتر هتعرفه معايا في الفيديو ده فتابع الفيديو للنهاية من وقت للتاني بتظهر بعض الإشاعات في الشارع المصري أغلبها بتكون خاصة بالعيش والتموين وده لأنهم أهم سلعة بتهم المواطن المصري بس وزارة التموين والتجارة الداخلية دايما بترد على الإشاعات دي بتوضح حقيقتها كانت آخر الإشاعات دي هي وجود دعم استثناء للأسر الأولى بالرعاية وزيادة الدعم على بطاقات التموين لكن يا تارى إيه حقيقة الكلام ده؟ شوف يا سيدي الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية طلع خلال الساعات الأخيرة ووضح كمان حقيقة كل الدعم ده وقال إن كان فيه ظروف صعبة خلال السنة اللي فاتت بسببها تم تفعيل منحة الدعم الاستثنائي اللي كانت قمتها من 100 جنيه لـ 300 جنيه للأسر الأولى بالرعاية وده حسب عدد الأسر المسجلة على البطاقة ده بعد ما تم التنصيق بين مجلس الوزراء ووزارة التموين واستمرت المنحة دي لمدة سنة كاملة بس دلوقتي مش هيكون فيه أي منح تانية خلال الفترة اللي جاية لما تسأل بقى عن حقيقة رفع الدعم لمدة جنيه بدلاً من 50 قال إن دي مجرد إشاعات ومفيش بلد بتمشي بالإشاعات حسب مصادر لجريدة الوطن حصة الأفراد المدرجة على بطاقة التموين لكل أسرة زي ما هي ومفيش قرارات بإضافة 100 جنيه على البطاقات التموينية وإن كل فرض هيحصل شهرياً على قيمة 50 جنيه من السلعة التموينية حتى الفرض الرابع بالأسرة و25 جنيه للفرض الخامس بالإضافة طبعاً لتخصيص خمس أرجفة من الخبز لكل فرض بالأسرة بس إنت عارف إن في بعض الحالات لوزارة التموين قالت إنها تتحرم من الدعم لكن إيه بقى تفاصيلها؟ شوف يا سيدي حسب المصر اليوم فوزارة التموين حددت 13 حالة محرومة من الدعم أولها تقادرات بأعلى من 9600 جنيه شهرياً وامتلاك العربية جديدة من بين الحالات دي كمان لو مدخل أولادك مدارس بمصاريف 20 ألف جنيه أو استهلاكت فواتير كهرباء مرتفعة أكتر من 650 كيلوات بقيمة تتخطط 800 جنيه شهرياً أو إنك بتمتلك حيازة زراعية مساحتها 10 أفدينة أو بتدفع ضرائب 100 ألف جنيه وأكتر من ضمن الحالات دي كمان حالة امتلاكك لشركة رأس مالها 100 مليون جنيه أو بتسدد قيمة مضافة مرتفعة وده بالنسبة لأصحاب الأعمال أو إنك تكون من أصحاب الصادرات أو الوردات المرتفعة ده كمان في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة وما قدمتش طلب بحثكو بتتشيل من الدعم وكمان في حالة سفر أحد أفراد الأسرة وما بلغتش برضو بتتحزف وكمان لو ما صرفتش العيش بتاعك أو السلع لمدة 6 شهور برضو البطاقة بتتوقف كمان في حالة التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها بتتحزف من البطاقة بالمناسبة وزارة التموين أتاحت خدمة إيقاف نفسي على البطاقات دي بتقدر من خلالها إن انت تحزف نفسك من البطاقات في حالة وجود أي بيانات خاطئة دلوقتي بقوا لنا رأيك في قرار وزارة التموينة